المهندس الشيخ مشعل بن محمد الخليفة وكيل وزارة الأشغال أن الوزارة قد بدأت بتنفيذ ثلاثة مشاريع تطويرية بمنطقة المحزورة والحجيات في الرفع المحافظة الجنوبية حيث تهدف هذه المشاريع إلى تحسين سيابية الحركة المرورية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية على الشوارع وتسهيل حركة تنقل الموطنين والمقيمين إلى جانب تحديث وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار وتعزيز مقومة البنية التحتية بمواصفات عالية لضمان جودتها واستدامتها وذكر المهندس الشيخ مشعل أن المشروع يتمثل في تطوير شارع المحزورة والشارع 37 وشارع الحجيات وإشار إلى أن المشروع في المنطقة يشمل تطوير شارع الحجيات والدوار الواقع على شارع الحجيات وشارع جدة